تحية لكم مشاهدين و اهلا بكم مع جولة في الصحف العربية نبدأ من صحيفة الحياة اللندنية و نقرأ بعنوان ضمانات كيري تقرب وقف النار و قالت الصحيفة انها علمت من وزير الخارجية الامريكي جون كيري يضع من القاهرة لمسات اخيرة على هدنة انسانية لمدة خمسة ايام في قطاع غزة و انه قدم الى الجانب الفلسطيني ضمانات برفع الحسار عن الخطابة بعد وقف النار من دون ان تشمل هذه الضمانات المطالب الاخرى للمقاومة مثل اطلاق الاسر المحررين الذين اعادت اسرائيل اعتقالهم كشفت مصادر فلسطينية مطلعة للحياة في رمالة ان كيري عرض على الفلسطينيين وقفا للنار لاغراض انسانية لمدة خمسة ايام ابتداء من السبت يجري خلالها التفاوض في القاهرة على شروط وقف نار دائم بروفسور اسرائيلي يقول لتردعوا حماس اغتصبوا نساءها تحت هذا العنوان كتبت النهار اللبنانية طالبت ناشطات يهوديات وعربيات واعضاء كنسة عرب بفصل البروفيسور الاسرائيلي مردخاي كدار ومنعه من التعليم بعد ان دعا الاغتصاب امهات واخوات المقاتلين الفلسطينيين لردعهم عن مهاجمة اسرائيل وما زالت ردود الفعل الغاضبة تتوالى على كدار المستشرق والمحاضر في جامعة بار ايلان قرب تل ابيب بعد ثلاثة اسابيع من ادلائه بتصريح للاذاعة الاسرائيلية باللغة العبرية حيث اعلن في معرض رده على كيفية ردع حركة حماس ان الشيء الوحيد الذي يردع مخربي حماس هو اذا علموا ان شقيقتهم او امهم سيتم اغتصابها في حال القبض عليهم السلطات الليبية تحذر من حرب اهلية وتدخل اجنبي محتمل تحت هذا العنوان قالت صحيفة العرب اللندنية تتجه الاوضاع في ليبيا الى مزيد من التعقيد في طل تصاعد اعمال العنف والتزايد الاشتباكات الحادة بين الميليشيات المسلحة وقوات حفتر المصر على المضي قدما في معركتها ضد الارهاب ويعمل اخوان ليبيا جاهدين على الحيلولة دون وضع حد نهائي للانفلات الامني واجتثاث الارهاب وذلك بتطويع رئاسة اركان الجيش وتحجيم محاولات حفتر التي تلاحق المتشددين واكدت رئاسة الاركان العامة للجيش الليبي ان الاعمال الحربية العبثية التي تجرى في مدينتي بنغازي وترابلس وضعت البلاد امام احتمال كبير لتدخل خارجي تفقد فيه ليبيا سيادتها وكرامة شعبها الذي يرفض التدخل الاجنبي صحيفة السفير اللبنانية نشرت بعنوان بداية حامية للمواجهات بين الجيش السوري وداعش وقالت ترتسم في افق الازمة السورية معالم مرحلة جديدة من المواجهات الحامية بين الجيش السوري من جهة وتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام داعش من جهة ثانية بعد مرور اشهر طويلة نسبيا لم يحدث فيها اي اشتباك مباشر بين الطرفين وبعد حوالي اسبوعين من المناوشات والاشتباكات المحدودة شن داعش امس هجوما مزدوجا على كل من الفرقة 17 في الرقة والفوج 121 فوج الملبية في الحسكة الامر الذي يمكن اعتباره من جهة اضخم هجوم عسكري يقوم بها الدولة الاسلامية منذ تأسيسه ومن جهة اخرى اعنفوا مواجهة بينهم وبين الجيش السوري منذ بداية الازمة ويأتي هذا الهجوم بعد ايام من سيطرة داعش على حقل الشاعر للغاز في بادية تدمر بريف حمص والذي تسبب باستشهاد العشرات من عناصر الجيش السوري ختم هذه الجولة مشاهدين مع الصحف العربية شكرا لمتابعة واعودة للزملاء